السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اناكم وفاق امام قناة موفي تي فيه. طيب يا جماعة الخير. اليوم جاي نحكي عن موضوع جدا جدا مهم. على وهو ايش? على وهو اللغة الانجليزية. يا جماعة الخير. في كتير ناس حقولي الانجليزي طب مركز على الانجليزي مركز على الانجليزي وكذا. الانجليزي نعمة. تتعلمها. الانجليزي اهم اشي لازم تتعلم. اقول له لك لتتعلموا قبل لغات البرمجة. روح تعلم انجليزي. روح. مش ضرورة تصير بيرفكت بالانجليزي. مش ضرورة تصير خرافي. او زي الناتب سبيكر او زي ما نتخلق بحكي انجليزي. لازم تكون قوي فيها. شو يعني قوي? المستوى اللازم توصله في انجليزي اللي هو تعرف تعبر عن نفسك. تعرف تعبر على الكلمة الليك تحكيها. تمام? واحد اهم اشي. اللي لاحظته احنا كلنا بنعرف انجليزي. تمام? وعندك مصطلحات وعندك كلمات. تمام? جمع معلومات. جمع معاني. هي كيف تتعلم اللغة? تحفظ معاني. نجمع جمع جمع. اوكي? وبعدين التوتر ما تخلي يسمح لك. يعني ما تخلي التوتر ايش. اه ما تسمح للتوتر هل كنت تحكي. ما تسمح للتوتر انه ما خليك تعبر عن نفسك. هي جدا متوترة ما تبلش تحكي في لغة ثانية خصوصا مع ناس قدامك ممكن انك تغلق تضحكوا عليك وكذا. اه ما يعرف الانسان دائما بتخاف. مشكل عام. بس. اهم النقطة. ما هتحكي لك بلش تحكي انجليزي ما تتوتر. عادي. اتنين. ما تسلك. كلمة مش ملاقيها. فكر. خذ راحتك. طول حتى تحكي. المهم تلاقي الكلمة الصح. تمام? دور في مخك. دور في الداتابيزة اللي عندك هاي في مخك هاي. حتى تلاقي الكلمة الصح. طول. الانسان اللي قدامك رح يصبر. رح العكس. رح يقدر منك هذا الشي. رح يقول تحكي لغوف خلصني وكذا. واذا حكالك بكون موقع الدكس تحكي معهم. تمام? فقبل ما نحكي عن كيف تحكي انجليزي وكذا. خلينا نحكي عن فوائده. فوائد الانجليزي واحد. استعلمت انجليزي انت بسير انترنشنال. وين ما تروح بامكانك تحكي. تمام? هلا يعني انهم اشخاص الاخرين رح يعرفوا يحكوا معك. ولكن انت ازا نطقت او برطمت انجليزي. تمام? خلاص. يا قدامك رح يتبرك انترنشنال او اجنبي. وراح يصير يحاول انه بده تتصل يعني يحكي انت وياه. تمام? او الزبائن الانجليزيين او بيحكوا انجليزي يعني عشان تعرف تحكي مع البشرية عشان تعرف تشتغل بشركات انترنشنال لازم تكون تعرف تحكي انجليزي عشان تعرف تشتغل في جامعات انترنشنال تدرس في جامعات انترنشنال تحكي مع ناس رائعة وخرافيين لازم تكون تعرف تحكي انجليزي حتى يمكن في ناس عرب رائعين ولازم تحكي معهم انجليزي ممكن لانه انتم موجودين في محتوى في في مكان انجليزي تمام? اه اذكر ولما اجيت على الاردن في هاي صارت مائي قصة والحمد لله يعني اللغة الانجليزية يعني اصبحت قوية بعد ما طلعت سنة كاملة على روسيا والمفروض لغة روسية تشير قوية ولكن احنا ندرس هناك انجليزي ولما رحت هناك اه ركزت كثير اني احس من اللغة الانجليزية انه كل شي احكي بالانجليزي كل شي ما اعبر غير في الانجليزي يعني اه اي اشي يخطر في بالي احكي انجليزي تمام? ما اسلك عربي ما اسلك لانه في كتير ناس حوالينا عرب يعني وكانوا اصدقائي وعرب وكذا وهيك تمام? فحثت معي قصة في المطار انه اه تأجلت سفرتنا اه راحت علينا طيارة من وراء كورونا وقوانين وبلا بلا بلا وهاي الامور وكان في ناس معي لغة الانجليزية الحمد لله انقضتني وخلتني اعرف اتواصل مع كثير ناس وخلتني اعرف اعمل لكثير ناس يعني اه وترجمت لكثير ناس كانت عندهم مشاكل وانقعت يوم كان في المطار واساعد الكل وساعد ساعت نفسي وحمد لله لغة الانجليزي خلتني اعبر عن شو صار معي ممكن احكيكم ياه في بودكاست صراحة بس يعني مش ضروري هلأ عبرت بشكل ممتاز وكأني يعني الحمد لله اصار معي قصة وحكت لهم فهمتهم واحدين ثلاثة انو غلط عليكم مش علي اتخرت الطيارة راح طيار علي بسببكم انتو مش بسبب انا بسبب اخطاء انتو اه ارتكبتوها وهذا الاشي خلاني ايش ااخد اه الثانية ببلاش لو ما عرفت عبر كان اكلتها وا صح زي فاللغة الانجليزية لغة نعمة تروحها يعني انا حاليا كثير عم بحكي مع ناس من بره يعني احيانا ببحث عن عمل اه ببحث عن اه ناس ميتنجز ريسيرش اه كونسولتيشن كلهم بكم نحكي انجليزي والحمد لله ما عندي اي مشكلة في التعبير عن نفسي او في الشرح والاسترسال في اي اشي بخصوص الانجليزي اه لذلك تعلم نغة الانجليزية جدا مهم طيب كيف نتعلم نغة الانجليزية يا جمعة الخير يعني احكي لكم انا كيف تعلمت وكيف ممكن انت تتعلم الابليكيشنز مليانة للتعلم في رابط رأعطيكم اياه عن تن بست لانجليز اه ابليكيشن ممكن تعلمهم في فري وفي مصاري تمام تمام في عندك اه صراحة اللي انا بحبه جونينجو بحبه فيه ابليكيشنز دعناه اسمه ميمرايز اوكي هذول اتنين عجرد كويسين وفي هايتوك اللي بخليك تحكي مع نيتف لانجوج مع نيتف سبيكر ولكن بحس انك تحكي مع نيتف اول اي شي لازم يكون عندك شوية مصطلحات اللي انا بانصره للجميع جمع مصطلحات جمع كتير مصطلحات تمام جمع معاني جمع كتاب شو يعني بس شو يعني كطار بس حاولت جمع معلومات مفيدة يعني اوكي مش يعني اه شو اسمه طنجرة يعني شو طباخ انت تدرك لهم وير اس دبوت لا يعني حاول تعلم شغلات كيف تعبر عن نفسك يعني بدي مصاري اوكي وين راتبي زي هيك مثلا اوكي يعني عبر شغلات ممكن انت فعلا تفيدك في يعني كيف تعرف عن نفسك تعرف عن تعرف عن شعني سكيلز اصلا اه تحكي عن نفسك تعرف عن انت وكيف عايش وكيف حاب تيجي عندهم وشو ممكنك تسوي لهم زي هيك اثنين مارس يعني حاول انت وصدقائك تحكوا بالانجليزي كثير يعني جمع انت وهايك وبلش بس بس حاول انك احكي 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 ربع ساعة انجليزي سدين يعني اولا رح تكون متوطرين تولتين وفجأة رح تسلك شغلي اخير عشان ما اطول عليكم انا استفدتها في اه اثناء رحلتي في تعلم الانجليزي صراحة اللي فأني وخلاني حتى اتعلم شو يعني كيف احنا بالعامية ممكن نحكي كلمات نفهمها بعض اوكي الاجانب برضو عندهم بيحكوا بالعامية وبيفهموا بعض اللي مكون حكوا اشي وقصدهم اشي تاني اه مش خاطر في بالي اشي مثال اعطيكم اياها تمام اه اه ولكن اللي انا لاحظته خلاني بلو خلال لغة الانجليزية قوية وزادي معاني عندي انا هو اي اه اه استادكم ايش استادكم ام من المسلسلات اللي بتضحك القصيرة زي هاوي ماتور مادر اه واش كمان في سكروبز لا او سن بحب هاتول اتنين هاوي ماتور مادر اوكي وحضرت رح غيرهم كتير اه استادكم هاتول اصدوصا هاتول وهاوي ماتور مادر اللي اتنين حلويا بضحكوا ولغتهم انجليزية سهلة وحلو انك تتبع معهم. اوكي? ولكن ارجوك اذا وصلت كلمة انت مش فهمها اعمل بوز وروح ترجبها. وحفهمها. حاول تفهم كيف حكوا. ما تخلت كلمة تمرق من عندك بدون ما اه تفهم معناها. وشغلة تانية انا عندي مشكلة فيها. انا ركزت كثير على الكونفرزيشن. يعني انا صراحة لما اكتب بانجليزي كثير بعتمد على الاوتو كوريكت. لو تتركني من دون اوتو كوريكت كل الشعب الانجليز يضحك علي. تمام? بعرفة كتب. كوي الصلاحة. لكن هلأ عم بصلح فيها. حلو الواحد الانسان يعني يكتشف اقطاعه ويصلحها صح? لذلك وانت بتدرس دارس دارس. ركز على الكونفرزيشن. ركز على الوكابيولاري. اوكي? وركز على الكتابة. ولكن تعرف استحضرني يعني اشي جميل. لما اجدت اتعلم روسي. اه الناس اللي بيحكوا روسي حكوا كلمة كتير حلوة. اللي كان كنت تعلمنا روسي تحكي انه انت لما تعلم لغة فكر ليش Jaket علمها? وعلى اساس هتعلم يعني مثلا هل مفيد انك تتعلم الكتابة? ركز على الكتابة. هل انك بس لك تتعلم تركز على هل بدك تتعلم ركز على فهمت كيف? فعلا انت بتتعلم روسيا بس مهمني ايش? همني بس ما بهمني اتعلم ما بهمني اتعلم ايش? اه حتى اني ايش? اكتب. بس بدي احكي. تمام? بس الانجليزي لا الانجليزي جدا مهم انك تتعلم تحكي وتكتب. اطلعت عليكم. ولكن هذا اشي جدا مهم. وبالاخر للناس تضلوا هون في كورس على منصة ادراك. منصة فوتوا عليه ونزلوا اه هاي انا حاطر لكم الهاضروا. بتعلم اللغة الانجليزية مهارات اه محادثة للمبتدئين واحد. اوكي? بعرفش اتنين لدي فيه او لا. اه اطلعت عليها الكورس جيدة. بتمنى يعني فوتوا فوتوا عليها وسجلوا فيها. يعني مش غلط برك انك استفدت. تمام? وبس. السلام عليكم ورحمة الله بركاته. لا تنسى اشتراك في القناة. تسجيل التعليق. اه حاب تتعلم في عندي كورسات عسكيلشير وعي دمي ممكنك تروح تشوفهم. وليس متنا اه واخر شي. اه انا كتبت رواية سبب خطوط خطوط الحياة. رواية جدا جميلة ان شاء الله. فقرأها وعطينا رأيك فيها. رح يكون جدا ممتنة لك. السلام عليكم ورحمة الله بركاته.